خلال اليومين اللي فاتوا دول شفتوا حضراتكم على مواقع اخوانية ومواقع اثاريين ومواقع ناس بلطجة اصحاب بلطجة فكرية وناس عندهم يعني اغراض غير سوية تجاه الدولة المصرية ازعوا ونشروا فيديو وقال لك ايه الحق مصر فيها مجاعة وفيها حالات نهب وحالات سطو على سيارات بتحمل مواد غزائية وجابوا عربية محملة بطاطس شاحنة يعني محملة بطاطس وقالوا وشفتوا يا جماعة المجاعة شايفين الشعب المصري بدأ يهبش وبدأ يسرق وبدأ ينهب لانه مش لاقي ياكل وجابوا صورة او فيديو ياريتك بقول اهو اهو قدام حضراتكم سيارة اهو محملة ايه محملة بطاطس ايه اه وفيه المشة العربية ببطء يعني فيه المطباط في الحتة دي عربية محملة فمشة بطء الولاد اللي معهم ترسيكلي ومعهم اهو زي كده اعصابة يعني شايفين زنوا عليهم وبدأوا دي اعصابة اهو اهو شايفين بيعمل ايه بيطلع واحد يجري فوق التريلا دي يروح جاي مسلا واخد واحدة من دي فتحها تنزل البطاطس في الشارع اهو اهو شايفين شايفين اللي حصل شايفين الايال دي شايفين الايال دي دول دول مش مواطنين يا جماعة الدنيا دي مكان مكان طريق اهو ده مكان طريق يعني ده انا اسف جدا يعني الكلام اللي جاء على وسائل التواصل الاجتماعي انه مجاعة وفيه في مصر حالة من حالات السطو اهو هل ده مكان فيه سطو هل ده مكان فيه ناس السؤال بس هل هذا المكان فيه ناس لا ده فيه تريلا ماشية في الطريق اهو وادي واحد بلطاج حرامي بلطاج حرامي تاني اهو شغلين بيقطعوا بمطاوي ولا بقطعوا بكتر حاجات عشان تنزل بطاطس ويلموها اهو نوع من السطر من مين من عصابة طبعا المقطع ده اهو قدام حضراتكم اهو هو جاء درب دي بمطوع ولا غيره فهو قاعت البطاطس ويلموه بعد كده اهو شايف الزبون ده اللي قدام اللي متداري في العربية السفرة شايف الزبون اهو اهو شايف الزبون ده ده لس ده مسجل خطر اهو وبيحاول ينزل فين وعاملهم جاهز التروسيكل بتاعه عشان ننزل فيه البطاطس يخده مثلا ميت كيلو بطاطس ولا حاجة يبقى هو ده اللي عامل اهو ده فين في منطقة غير مأهولة يعني يعني ما فيهاش اهو في العبور ده في طريق العبور اهو شايفين القصة دي 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 الشاحنة اللي الاخوان والاثاريين وجماعة بتوع السوشال ميديا اياهم خدوا دي وقال لك مصر وتتعرض الى واسمع الناس لا حول اللقات الا بالله حسب يا الله ونعم الوكيل ويا جماعة مصر فيها مش عارف ايه ومصر فيه وحملوا الواقع او الفيديو او الصورة ما لا يحتمل لانه قدام حضراتكم ببقى اقل منطق البطاطس اللقعة في الشارع دي ناس طلعت فوق العربية في الشاحنة وعملوا العاملة دي طب ايه اللي حصل وزارة الداخلية والبحث الجنائي والامن العام ومدريت امن القليوبية اعتقد ان دي فيه العبور اهو قالوا ايه اهو معلومات وتحريات قطاع الامن العام بالتنسيق مع مدرية امن القليوبية قيام عناصر تشكيل اهو قدام حضراتكم اهو دبط عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة حمولة سيارات النقل باسلوبه المغافلة باسلوب المغافلة اهو العائلة هي العائلة اللي كانوا بتطططوا بالتروكسيكل وبالتوكتوك اهم دولات اهم اهم العائلة النصابين اهم هم دول معاهم كل واحد بتروكسيكل بتاعه ومعاه الموتسيكل بتاعه وبيغافل السواء وهو في ماشي على مطب بيهدي يطلع يعمل هزا الكلام الداخلية يعني اهو بسرعة المعلومات والتحريات اكدت وجود تشكيل عصابي مقابل من 12 شخص منهم ستة معلومات جنائية يعني ناس مجرمين تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الاتمار المحملة على سيارات النقل وذلك باسلوب المغافلة عن طريق استقلالهم مركبات تروكسيكل والسير خلف تلك السيارات مستغلين سير السيارة بسرعة منخفضة حال اخترابها من المنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة العبور وقطع الاجولة وسرقة بعض حمولتها عاقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقع على النحو المشار إليه وتم بإرشادهم ضبط مركبة توكتوك خمس مركبات تروكسيكل بدون لوحات معدنية المستخدمين في الواقع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قدام حضراتكم يا جماعة ما لش دي الفيديو تاني على السرعة تسمحت لانه الموضوع يا جماعة يعني لو انتو شفتوا او الناس تبعت على وسائل التواصل الاجتماعي كيف تم استغلال وكيف تم التعامل معاه ركبوا عليه اسوات ركبوا على الفيديو اسوات ايش شعب المصري مش لقياكم شعب المصري بيهبش شعب المصري بيعمل عملية سطو شعب المصري شي يعني خارج اطار العقل والمنطق واستخدموه وحطوا عليه اسوات وغيره وطبعا الناس اللي بتتابع وبتعمل بيشير وبيعيد وبيعمل لايك وغيره هو بيسمع الكلام اللي بتقال له ايه الشعب المصري شعب مصري ايه اهو ده منطقة غير مقهولة ده طريق اهو فين الناس فين الشعب يعني ما احنا جبنا قبل كده لو عايزين تعرفوا النهب الحقيقي وعايزين تعرفوا الصوت الحقيقي شفناها في امريكا شفناها لما دخلوا على محل قبل اللي عملوا ايه في الحاجات شفناها في فرنسا شفناها في دول كبيرة جدا نردت جمعها لها سروط لا سمع يا جماعة يعني الحمد لله الحمد لله الشعب المصري شعب اه متحمل وصبور وكذا لكن شعب ناس متربية وناس الشعب المصري ما يكونش حرام خلي بالك شعب المصري بخاف ربنا الشعب المصري لكن احنا عندنا العيال هاتلي يا سروط كده لا سمع يعني اهو شايفين شايفين بس شايفين يا جماعة مراكبين ايه هنا على ال اهو شايفين لا خلاص سرط خلاص كفايا اهو مراكب اغانة قطع القلب يعني بقى دي الواقعة صورت خدوها اياهم اخواننا البعدة ركبوا على اغانة قطع القلب الحى بقى الشعب المسكين اللي مش تاياكل الحكومة سايبها ورئيسه سايبه والاعلام عمال ينافق وعمال يعمل يبقى الهدف الاساسي انه مش بيقول بس ان الشعب جعان ومش تاياكل وبيسرق شايفين بطاطس من عربية محمد لا ده هو عايز يقول ان البلد دي غير امنة عايز يقول ان في سطو عايز يقول ان ما فيش امن وامان عايز يضرب الاستثمار ويضرب السياحة ويضرب كل حاجة فيديو صغير زي الهدهو وانا مش بقوله خبر عادي وبعدلاء بقف عنده واخد الحلقة كلها عليه يا جماعة خنوا بالكم خلال الفترة الحالية او القادمة سنجد كثيرا من هذه الامور والفيديوهات المفبركة خاصة احنا في عصر الزكاة الاصطناعي يجيب واقعة من الفين وحداشر ويركب عليها اصوات دلوقتي او يجيب واقعة ناس في استاد ويركب عليها اصوات انهم صورة ويجيب حاجات زي كده اقول لك الحق يعني ممكن يجيب فيديو شفنا حاجات كتير جدا جدا فيديوهات شفناها كتطلعت في سوريا وطلعت في الهند طلعت في البنجلدش وطلعت في امريكا وغيره 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 يعني توقع من فضلك من فضلك من فضلك لا تمرر من خلالك ولا تكون انت جسر يعبر عليه الكاذبون الى اهدفهم لا تكون جسرا يعبر عليه الاخوان الى مقاربهم لا تكون جسر يعبر عليه الخونة الى تحقيق اهداف دنيئة احنا لابد ان احنا ننتبه ان في هذه المرحلة الصعبة هتجد كل شيء كل شيء بيتم محاولة الاستياد فيه كل شيء انا بقولك خلال الفترة دي عد معايا يشوف الحاجات اللي بتطلع وكأنها يعني صدفة او كأنها يعني والدة اللحظة وانا على يقين تام بان كل ما يجري في مصر وكل ما يجري بشأن مصر ده مخطط مخطط لانهاك المجتمع معنويا وانهاك الدولة معنويا ومحاولة تيقيس الشعب المصري ومحاولة بث روح الانهزام لدى جموع الشعب المصري محاولة خفض الروح المعنوية مش بس كلام بقوله بقول كلام امامي شايف كل شوية اطلع في المشكلة الحق مشكلة الدولة عملت الدولة خلت الدولة راحت الحق كزا الحق كزا كل شوية يطلع حاجة كل شوية تلاقي والحق بقى والاخوان شغالين طلع ويعمل وقول ويستنتج واربط كذا مع كذا كل شيء عادي بيكبروه وكل شيء كاذب بيحاولوا يطفي عليه نوع من الصدق المزيف او بيحاول يظهر للناس عكس الحقيقة الفيديو يا جماعة ده انا واخده على انه تيمة المرحلة تيمة المرحلة انه عايز يضربك في امنك في سلامك في سلامك في سياحة في الاستثمار في الشعب الناس ستقولك او الله فين ده يا جماعة ده ايه الحقيقة الناس فش لقيتاك قدام حضراتكم وتم القبض عليهم وتم توقفهم واعتقد